كما تعلم دكتورة الصين تتمسك بطريق التنمية من أجل السلام سعيا إلى بناء الحزام والطريق مع الدول العربية وتحقيق التنمية المشتركة كيف يمكن أن يعز التعاون لتحقيق ذلك التعاون ما بين الأطراف نعم أعتقد أن المبادرة ستقود أو تقود حتى في هذه اللحظات تقود لتعاون إجباري حتى بين كل الأطراف التي بعضها متناقض وآثار الجائحة هي أكبر دليل أنه الكل يذهب بالاتجاه هذا بكل تأكيد لا يمكن إحداث تنمية إقليمية بمعزل عن الدول الأخرى لا يمكن الحديث عن نقطة مضيئة في الشرق الأوسط في واقع مظلم يجب أن يستفيد الكل وبالتالي إذا لاحظت أخي محمد أيضا خلال الأشهر الماضية نحن نرى العديد من الاتفاقيات الشراكات التعاون في مجال الطاقة على مستوى الإقليم وبكل هذه الاتفاقيات والشراكات هناك دول الخليج ومصر في قلب هذه التحولات لأنها دول مركزية سوريا دخلت على الخط في توقع قبل أيام مبادرة الحزام الطريق مع الصين بكل تأكيد نتحدث عن سوريا نتحدث عن دول مركزية في المنطقة مثل العراق مثل أيضا الجزائر هي دول تطمح لتعزيز دورها وعلاقتها مع الصين وهي تعتبر أيضا دول لديها علاقات تاريخية مع الصين إذن المنطقة كلها تدرك أن هذه العلاقة هي مدخل للمنفع المشتركة مدخل لتحول جذري في دور الدولة وعلاقة الدولة مع المواطن وعلاقة الدول الإقليمية التي ستكون متمركزة حول التنمية المستدامة الحقيقية وليس التنمية المستدامة الشكلية التي تذهب أو تقوم على مجرد التمويل غير المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر